طب لماذا نرى بأن دولة الفرنسية تتعالى على الأفارقة بالرغم من أننا نشهد نجوما داخل الدولة الفرنسية في شتى المجالات من أصل إفريقي وتستفيد منهم الدولة الفرنسية بشكل لافط للنظر هو هذا العقل الإمبريالي أصلا بطبيعته يتعامل مع الشعوب كلها باعتبارها أشياء وليس بشر هو ينظر إليك بأنك أنت يمكن أن توظف ما في مشكلة لكن يجب في إطار هذا التوظيف لا تبحث عن التعبير عن ذاتك يعني أنت عندما تأتي إلى الفريق الفرنسي فأنت فرنسي وتلعب ضمن التيمة الفرنسي هذه الحالة على كل ما في إشكال بالنسبة للفرنسيين لكن لماذا مثلا لا يحصل تطوير للدول الأفريقية التي تتواجد فيها فرنسا وحتى هذه اللحظة بعض البلدان مثلا ليس لا حتى عملة وطنية عملت لهم خمسة ستة دول مثلا في قرب أفريقيا عملة واحدة يتعاطونها فيما بينهم مالي مثلا وهي من الدول الضخمة جدا في الموارد موارد هائلة يتم سرقتها ونهبها تونس يتم سرقتها ونهبها الجزائر يتم سرقتها ونهبها فكل دولة على كل دخلتها فرنسا إلا وهي دولة منهوبة في نهاية المطاف دولة يتم تسليط النخبة الموالية لفرنسا على هذه الشعوب المقهورة وتضرب هذه الشعوب وتنزل في أي لحظة من لحظات القوات الفرنسية تحت حجة مقاومة الإرهاب ومحاربة الإرهاب وتبدأ في قمع المعارضين وقمع المناوئين فقضية الحالة الموجودة في فرنسا حتى وهم يشكلون نجوما هنا وهناك ولكنهم ستجد عندما الحالة العامة لهذه الشعوب ستجدها على هوامش الدولة الفرنسية وليس في قلب الدولة الفرنسية